أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم أنا عندي 22 سنة متزوجة من ثلاث سنوات بدأت في الفترة الأخيرة حالة من الخوف من المستقبل من كل حاجة في حياتي على زوجي وبنتي وبيتي وبقيت قصبية جدا وده تعبني نفسيا وجسدين وعلى طول تعبانة ومخنوقة تنصحني حضرتك أعمل إيه الحالات اللي بتحصل دي ما بتحصلش فجأة لكن بتكون عبارة عن تركمات حصلت لينا والحالات اللي زي دي بتبقى مراية مراية عن إيه؟ مراية لحاجات تانية كانت في حياتنا وإحنا ما خدناش بنا منها ولذلك الحاصل ده لابد أن أنا أقول فيه ثلاث حاجات أول حاجة وبنصح بيك باعتبار التلاث حاجات دولها حل الحاجة الأولانية اللي أنا بنصح بيها أول حاجة أني أنا أغير برنامج حياتي يعني إيه اللي حاصل أنا برنامج حياتي يبدو أنه هو بيدعم الخوف غير الرشيد اللي حاصل عندي يعني الخوف عندي خوف غير رشيد هو ده اللي بيسموه الفوبيا فأنا عندي فوبيا من الموت فوبيا من الفقد وساعات بيسموه الفومو اللي هو الخوف من الفوات فأنا حس أني أني أنا هيحصل إيه هيفوتني أولادي هيروحوا مني هيفوتني بيتي فيجي لي صور كده وأنا قاعدة من غير بيت أو أنا قاعدة من غير أولاد أنا قاعدة من غير زوج أنا قاعدة من غير بنتي فده يحصل إيه بقى يحصل مشكلة كبيرة أو أول إيه اللي حاصل أليس الله بكافر عبدة هنعمل إيه فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فنعمل إيه بقى لا ده لازم نرجع حاجة مهمة قوي أول حاجة إيه اللي حاصل قلنا أول حاجة لازم البرنامج اليوم يتراجع هنلاقي البرنامج اليوم بيساعد على التخوفات فاحنا لازم نغير برنامجنا اليوم وإحنا واخديني الكلام دوت الناس دبعا ما بتعرفش تنمزج حديث رسول الله سلم حديث رسول الله سلم علم الإنسان إذا كان هو في حالة الغضب إنه هو يغير من وضعه فالناس افتكرت إنه هو يغير من وضعه بس إنه لو كان نايم يقوم وإذا كان قاعد يمشي وإذا كان قاعد يقف لا هو المعنى إن أنت تعمل تغيير في حياتك يعني تغيير حياتك عشان تزهي بهذه الأفكار من ذهنك ولذلك إحنا لازم نغير برنامجنا اليوم لإني برنامجنا اليوم إيه اللي بيحصل أنا طول النهار قاعدة مع الأولاد أو إيه اللي حصل طب أنا لو غيرت مش هقدر أسيبهم لا واحدة واحدة أنا لو رحت عملت عمل خير فرجعت فحسيت بالبركة في أولادي بسبب عمل الخير ده ولا تطوعت فعملت أي شيء فسمعت الناس رحت زورت أي شيء فعملت إذن عملت شيء مختلف في حياتي أنا مش بقول للإنسان يعمل شيء مختلف في حياتك لا يعمل شيء مختلف في حياتك له قيمة وخاصة في الظرف اللي إحنا فيه ده يعني أعملي في حياتك شيء له قيمة فأنت لما تعملي حاجة لها قيمة إيه اللي حاصل؟ تحس بإن في إضافة حصل في حياتك وربنا سبحانه الله يكرمك يوسع عليك ويخليك في أمانه بأول حاجة نغير بالنامج حياتك تادي حاجة لازم ببساطة خالص نراجع جملة من المفاهيم عندنا أول مفاهيم عندنا إن إيه اللي حاصل؟ إن أنا أحس جدا 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 إن أنت محتاجة تراجع مفهوم البلاء وإن البلاء دوت مش عقاب وإن البلاء دوت مش لازم يكون بالمنع وإن البلاء ده مش لازم يكون بداء لو كنت متصرة إن كل ابن آدم لازم يبتلى لا مش لازم يبتلى ما جاز يكون البلاء في أن أنت بتشكر نعمة ربنا عليك ولا لا مو ده بلاء مش لازم يكون البلاء بالفقد في ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى بيفتليهم بالغنى يفتليهم بالسعة فيقوم بهذا نعم العبد الصالح نعم الماله الصالح للعبد الصالح فده بلاء حتى إزاي تشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى فلذلك أنت لازم تفهم ده تراجع مفهوم البلاء تراجع مفهوم كمان لأن بعض الناس بيبقى عندهم الخوف ده حاصل ليه عشان عندهم جلد للذات وحاسين أنهم عندهم زنب فخايفين كل الخوف أن ربنا يعقبهم على ده لا الله سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير ربنا يحب العفو حضرت النبي يقول لنا نقول لربنا كده اللهم إنك كريم أنت حب العفو فاعفو عنه فربنا بيحب العفو فتراجع مفهوم كمان انتقام الله لا ربنا سبحانه وتعالى انتقامه ولكنه كتب على نفسه الرحمة فمش لازم يعقبنا على كل ذنب عملناه وما تجلديش ذاتك الحاجة التالتة كمان اللي احنا محتاجين نبقاهوه أول حاجة نغير بالنمجنا نراجع بعض المفاهيم ونرجع إلى المفاهيم المعتدلة المستقيمة تالت حاجة نكسل من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونكسل من الأوراد والأذكار التي من شأنها أن تهدئ البال يعني نكسل من الصلاة على حضرة النبي بهذه الصيغة اللهم يصلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم على نبي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله يبقى إلا حاصل نصلي على حضرة النبي بهذه الصلاة الحياة التلاتة دولة من شأنها إن شاء الله تفرق عنك بس تعمليها بعدد حتى تنشرح صدرك إن شاء الله وربنا يكتب لك الخير كله إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى